والله هي صح ظاهرة صحية في آنها في ظروف هذه لكن على أن نبني عليها أن يكون امتداد مثلا سياسي لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نكذير برنامان بعدد كبير من الأحرار لأن المشهد السياسي لازم يكون مكون من الأحزاب اليوم فيه ربما ما يعاب على الطبقة السياسية وما يقال من طرف المواطنين وعزو في المواطنين وووو إلى غير ذلك نمر بمرحلة ربما استثنائية جاءت فيها قوانين استثنائية وجاءت فيها إجراءات كذلك وجاءت فيها نمط انتخاب آخر ما ننساش بالقائمة المفتوحة شجعت على الأحزاب شيء لكن شجعت قوائم حرة لأنه بقيت القوائم برأس القائمة لا يمكن تكون أكثر من هذا العدد الكبير أنه فيه معطيات جديدة وآليات جديدة لكن مدام فيه قائمة حرة إذن فيه التفاف لنخبة فيه التفاف لبعض الناس اللي حبين يكونوا كذلك يساهموا في حل الأزمة هذه لكن إحنا إسمتنا إسمة سياسية يجب أن نذهب إلى حل سياسي وبالتالي هذه القائمة من الأحسن بعد أن كلها يعني الوعاء أنها تدخل في الأوعية التي هي شايفتها تتناسب وتوجهاتها هذا ربما يكون إضافة بالنسبة للسياسة يكون كذلك إضافة في التحضير للاستحقاقات المقبلة وهي البلدية لغير ذلك ولي عندها ارتباط مباشرة وعلاقة مباشرة بين شغالات ومصالح المواطنين طيب هل تعتقد أنه الآن المرحلة القادمة فيه تحديات كثيرة تحديات اقتصادية و تحديات اجتماعية لذلك يعني يستوجب لهذه المرحلة القادمة أو لهذه تحديات حكومة بتشكيل حزبي هي التحديات رهيبة حاليا وبعد لا حد تكون للبرلمان لكن بالنسبة للتحديات التي سنواجهها أكثر لأن الأزمة أزمة اقتصادية أن الحلول والمدائل تحتالك إلى سند مالي تحتاج إلى تصحيح كثير من الاختلالات تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من القوانين تحتاج إلى جرأة وشجاعة كبيرة للطبقة السياسية لأنها تلتف حول حلول حقيقية وليس أنها تلتف حول تموقع أي كان من الأحساب السياسية لكن ممكن طبعا رح يكون فيه بالنسبة للعمل اللي رح يكون على عاطق الأحساب السياسية هو مهمة صعبة من خلال الممثلين للبرلمان رح تكون تخلق الاستثناء يجب على البرلمان أنه يتغير في طريقة العمل تاعه يجب أن نثبت بعد هذا المرور يجب أن نثبت أن البرلمان حقيقة سيتغير وأن البرلمان سيؤدي الأدوار اللي هي راح الشعب يعطينه هذا القوى نحن نقوله باللي الشعب ومصدر السلطة إذن السلطة التشريعية هي تأتي من طرف الشعب كل الاختلالات اللي نعيشها وكل هذه المواطن التعثرات اللي عرفتها الجزائر في كل مجالات سببها والأداء لا أقول السيء وإنما الفراغ التام لأداء هذه المهمة لأنه كل واحد كل واحد ما يديش مهمته راه كين منطقة ستقصى كل واحد كل برلماني جاي من منطقة عدنا 407 برلماني راح ينمث 44 مليون جزائري إذن كل واحد على عدق مهمة كبيرة لذلك العمل ككل لازم يكون فيه وعي جماعي كبير جدا في اتجاه الجزائر وفي اتجاه خدمة المواطن ترجمة نانسي قنقر